اشتركوا في القناة موسيقى بشاركة مع مدرية ثقافة والتي تشدر الإشارة أنها جمعية الأصالة هي ما كانت تسمى قبلا بجمعية جيل الآلة أو يعرفها الجمهور بجمعية جيل الآلة المديح في السماعة جمعية الآلة التي نضمت مجموعة من المهرجانات كمهرجان مجموعة الحباب مهرجانات في المستوى المحلي ومستوى الوطني وشاركت كذلك في مجموعة من المهرجات الوطنية في سويرها في تربيضة في مجموعة من المهرجات الوطنية فهي مناسبة للإطلال على الجمهور نظرا بعد غيبة طاولة طبعا لظروف استثنائية يعرفها البلادنا والعالم وإجمع ونشكر المديرية بعد المناسبة لمنحين هذه الفرصة للإطلال والتواصل مع الجمهور ونعيد الجمهور كذلك أننا سنعمل على إعداد برامج مستقبلية ومهرجانات مستقبلية كذلك إن شاء الله في العاجل القريب وبعد أن يرفع الله عننا هذا الوباء سنعمل إن شاء الله على إقرار برنامج أو مهرجان خاص بأسافي في هذا الثورات الجميل المديح والسماع والطرات للأندلوسي إن شاء الله سيكون وسنعيد إن شاء الله أن يكون مهرجانا موسميا إن شاء الله بحول قوته بأسافي يخصها وميزها كمجموعة للمدن ونشكركم كذلك أنتم مع المنابر التي تعملتم معنا عن هذا الشيء ونتمنى أن يتواصل تعاون معنا إن شاء الله وشكرا شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم يوسف كرام عن جمعية الأصالة للمديح والسماع والموسيقى الأندلوسية والطرات بمدينة أسافي أولا بعدها من هذا المنبر كنحي كل من ساهم في إحياء هذه الصهرة هذه من قريب أو من بعيد وعلى رأسهم المديري الإقليمي للتقافة بمدينة أسافي اللي نحن نضمنا هذه الصهرة هذه بتعاون معها نشكرهم فردا فردا يعني من الموظف الكبير لموظف الصغير لأن الناس هم تبخلوا الناس بالمجهودات ديالهم ولا من تبسيط المساطير ولا من ناحية الفضاءات فيما نحطينا اليوم إيدنا كنلقوا هم تواجدين هم آمنين بالقدرات ديالهم آمنين بالترات اللي نحن بصدد حمايته من الانديطار في المدينة هذه ونحاول نرجع البريق ديالها عن طريقي ثانيا في حديثي عن هذه الليلة فهي ليلة روحانية تندرج ضمن الليلة رمضان رمضان العظيم التي جاءت احتفالا بليلة القدر إحياءا لها لأن ليلة القدر كل شيء يعرفوا العظم ديالها والشرف ديالها والفضل ديالها عند الله سبحانه وتعالى ونحن بما أننا معنيين بالأمر كجمعية تلناب الترات خاصة الترات المديح والسماع في المدينة فما كان منا إلا أننا خذنا على العاتق ديالنا إحياء هذه الليلة هذه ولو كان الأمر عن طريق إحيائها مسجالة وستعرض عن بعد ولكن هي جسر لالتقائنا بالجمهور ولتواصلنا معه فبصراحة فقد طال شوقنا لجمهورنا الحبيب منذ بداية سنة 2020 كانت لنا آخر صهرة في الختام كنشكر كل من ساهم في إحياء هذه الصهرة من قريب أو من بعيد ورمضانكم كريم وتحياتي سبارة الله عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك سعيد أولا نحن اليوم كنا في واحد الحفل الذي هو ديني المنظم من طرف جمعية الأصالة كنت أنا من المشاركين بهذا الحفل بصفتي فإن أنا في سنف الملحون الحفل مر في ظروف جد محترما للتدابي الاحترازية في ظل هذا الوباء هذا اللي كان مروا به بحيث أن الحفل كان يمر عن بعد يعني المشاهدين كانت منها أنه يروق الإعجاب ديالهم بحيث أنه تضمن وصلتين من السمع والمديح كذلك وصلة من فن الملحون اللي أديتها في قصيدة ديال الحضرة للشيخ مولا يسمع العلويس السوري رحمه الله كنتمنى أن هذا شيء يروق الدوق العام كنحاولوا أننا نزيدوا مازال نحيوا التورات وخاحنا في دير الأزمة فهذا شيء ما كنمنعش أننا نستمروا ونستمروا في صينف التورات وشكرا بلما تخرجوا لا تنسوا تابنوا معنا في لاشين يوتيوب وبرتجوا المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا اجتروا جام